تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من فيديوهات قناة سلبي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد حوال اليوم بدنا نناقش شغلتين لهم علاقة بسوق الانتقالات الكبار في إسبانيا مدريد و برشلونة سقف الرواتب واللي بنسمع عنه كثير بخصوص برشلونة تحديدا وليش هذا السقف ربما الآن هو المشكلة الكبرى وليش ربما فجأة يبطل مشكلة بالنسبة للبرشا في سوق الانتقالات وأيضا حنتكلم عن مسألة المواهب في ريال مدريد أكيد سمعتوا مع نهاية الموسم الماضي تقريبا خبر بيقول أنه الليغا قررت تخفض سقف رواتب برشلونة ل 347 مليون دولار وأنه برشلونة أكثر نادي متضرر من سقف الرواتب الجديد لأنه مش بس سقف رواتب برشلونة النزل بل جميع الأنديل الإسبانية بمجموع 700 مليون دولار بس برشلونة و بلانسيا نزل سقف رواتبهم بنسبة 40% في حين ريال مدريد و أتلاتيكو نزل سقف راتبهم بنسبة 27% شو القصة؟ في الماضي قبل سنوات ربما نتكلم معها مثلا من الألفين للألفين و عشرة كانت الأنديل الإسبانية بتعاني جدا من مسألة عدم دفع الرواتب كل شهر بنسمع عن فريق لعبته بيعترضوا بيشتكوا مش ماخدين رواتبهم ست شهور ومدرب مش ماخد راتبه سنة و نص مثلا فيه مدربين يشتكوا من هذه الدرجة مثل بيل جريني في ملقة على سبيل المثال كثير اللاعبين كانوا عم يشتكوا أندي كثير من الأنديلة تعتبرت تقليدية وتاريخية مش هم تدفع رواتب الليقة عرفت أنه هذا خطر وهذا حيقدي إما لأنه اللاعبين البطلوا يجوا على الليقة أو أنه أنديت الليقة هتفلس بشكل مفاجئ كان لابد من شيء اسمه سقف الرواتب شو سقف الرواتب؟ أول شيء أوضح هذا السقف ما إلو علاقة أبدا بقانون لعب المال النظيف قانون لعب المال نظيف شيء أوروبي بحث قانون سقف الرواتب الموجود في إسبانيا شيء إلو علاقة بالليقة بشكل مطلق وهنا من يجي نتكلم سقف الرواتب بسيطة حسبته بالنسبة لا الليقة طبعا فيك معايير كثير اقتصادية وحسابية في الداخل بس ببساطة هم بيجوا بشوفوا السنة الماضية مش السنة الجاي بشوفوا السنة الماضية كم كان دخلك كم كان مصروفك التشغيل للنادي الفرق بينهم هذا سقف رواتبك عشان يضمنوا شيء واحد بس إنك تدفع رواتبك أو يكون معك فلوس بهالبنك بتقدر تضمن فيها للعابين إنهم حياخدوا راتبهم ولو تأخر له شهر أو شهرين بس موجود الفلوس جاي من راعي جاي من مباراة معينة جاي من الوصول لدور الثمانية بدور الأبطال أوروبا جاي لفلوس تحسنت كثير الأمور بالليقة بطلنا نسمع كثير مشاكل تتعلق بالأجول بسبب سقف الرواتب خلونا نكمل بقضية برشلولة اللي نزل سقف الرواتبه بشكل كبير وهو أكتر نادي تم خفض الفرق ليش؟ لأنه برشلولة علي ديون كثير وبيدخل في حسابات سقف الرواتب للديون يعني قداش عليك قروض ضايل بيتفحها السنة جاي قداش عليك الديون لازم تبلش تسد منها خاصة الديون العاجلة فبتبلش تهايتنسحب من سقف الرواتب فبرشلولة كان الأكثر تضررا نزل سقف الرواتبه 40% شو معناها؟ لازم ينزل أجوره 40% وإلا مش هياخذ الموافقة الاقتصادية للانضمام للدوري الإسباني السنة الجاي أو العقوبات اللي بتكون أخف من ذلك اللي هي عقوبة عدم تسجيل اللاعبين أو حتى بعض الأحيان الأمور ممكن تتعقد وتروح لخصم نقاط وأي شيء آخر بس كله داخلي بس في تصريح مهم كان لتيباس رئيسي رابط الليقر قال ما أتوقع السنة هاي نعاقب الناس اللي حيخالفوا قانون سقف الرواتب لأننا حارفين أنه كله جاء بسبب كورونا السنة الجاي ورح يرجع الجمهور يعني حيرتفع دخل برشلونة السنة الجاي حيصير فيه رعاة جداد مرة ثانية يعني الأندي الكبيرة حيرجع داخلها يزيد فكيف أنا أحاسبها على السنة الماضية اللي هي غير الطبيعية فتيباس لمح أنه مش يعاقب بس بده عشان يتشجع ما يعاقب الأندي يتعمل أحسن ما عندها فالآن برشلونة أنا بالنسبة لي فيه ظرف أنه يحاول يعمل أحسن ما عنده أنه يا سيدي ما تنزلش رواتبك 40% بس نزل إياهم 20% زيد دخلك من اللاعبين اللي ما بيدك إياهم بيحهم بعض اللاعبين أيضا ممكن برشلونة يستفيد من هذا الظرف المحرج تاع سقف الرواتب أنهم يستحوا ويطلعوا زي سمويل أمتيتي يعني يرافض يطلع ممكن الآن ما حدد جوي أخي يعني انسى الموضوع الرياضي بشان الله يعني شوف وضعنا وشوف سقف رواتبنا والله خليك اطلع فممكن يطلع فبرشل ممكن يستفيد للعلم أنه قص رواتب كثيرة عم يتفحها ما إلها فايدة وكانت عم بتأثر عليه كثير في سوق الانتقالات عم بتأثر عليه كثير في قانون اللعب المال النظيف وبتخليه دائما على الحافة تحت القانون فبالتالي ممكن يستفيد من هذا الوضع الأزمة إضافة أنه مسألة الرواتب في الأوراق المالية فيها لعبة أو ألعاب اسمحتوا عن قصة أنه عقد ميسي حيندفع على خمس سنين بدل سنتين الرواتب بتاعت برشلونة الآن اسمعنا نفس الشي عم بصير مع بيكي مع بوسكتش أنه تعالي لمدد لك سنتين أكتر ونقلل راتبك شوي بنسبة نعوضك إياهم بالسنتين اللي أصلا ما كنا حنخليك تلعبهم معنا وممكن اللعبة أخرى تروح يروحوا على بعض اللاعبين يقول له تعالي ننزل راتبك ونعطيك مكافآت المكافآت ما بتدخل في مسألة الرواتب نعطيك مكافآت مضمونا يعني كأنك تحكي عن اللاعب أساسي مثلا لأنه عارب حلو أساسي زي دي يونغ مثلا تقول له إذا لعبت عشر مباريات بعطيك خمس مليون يورو آخر السنة فعليا هو ضامنها كراتب إلو هادي لأنه عشر مباريات حيلعبهم دي يونغ بكل الأحوال بس أمام رابط الليقة ما بتظهر كرواتب إذن في كثير ألعاب مالية ممكن تلعب عملية تبادل بين لاعبين مع بعض تسجل واحد بطريقة معينة ميزانيتك والثاني نادي اللي اشتراه سجلوا بطريقة مختلفة ما لهم علاقة زي فكرة بيانيتشو وآرثر فممكن التلعب بالأوراق المالية بالنهاية بشكل قانوني حرفيا وبيمشي على الليقة إذن مسألة صغفة رواتب المسمحة الآن أنا شايف أنه برشاو ممكن يستفيد منها إيجابيا مسلبيا عم بتخليه لحد شوي مش كثير عم بأجل توقيع ميزي طبيعي لأنه بالنهاية الآن هو ولما وقعش مع مسي طول إجازته هاي هو فعليا عم بوفر مبلغ وقدره من راتب ليونان مسي نفسه وربما يستفيد برشلونة من هذا الظرف إنه يخلص من اللاعبين اللي ما بدوا إياهم ويبيحهم بشكل أسرع وبسعر أقل ومبرر أمام الجمهور أيضا هذا بالنسبة لسخفة رواتب فأنا مش شايف القضية للمستوى البعيد حتكون خطيرة فترها هاي آه بدأ حركة بدأ شغل كتير من إدارة برشلونة بس بعدها أعتقد حتكون شيء جيد لهم ننتقل لشيء آخر في الانتقالات ريال مدريد طلعت أخبار إنه ريال مدريد بنفسه عرض فينسوس جونيور على من يونايتد لكن في أماكن أخرى طلع خبرا واختلف شوي بقول من يونايتد سأل عن فينسوس جونيور وريال مدريد كان مستعد ربما يبيعه بستين مليون يورو ريال مدريد حاليا بيستعد لبيع فاران زي ما بنعرف ما بين خمسين لستين مليون يورو ومن نفس الوقت كان في أخبار أخرى خروج كوبو إعارة ثالثة من ريال مدريد ثلاث مرات تنعار من فريق كبير هون وهون وهون ثلاث فرق مختلفة وبولا واحدة منهم تترك بصمتك ما بين النهاية هيخلص عقدك وتروح لك على فريق آخر لاعب زي كوبو مش هو الوحيد كان فيه أوديغارد قبله وفيه أمثلة كثيرة رحت ما تمر بنفس المشكلة منها مثلا نفس مليتاو تخيروا لو راموس جدد عقده وتخيروا لو فاران ما قرر يطلع كان مليتاو السنة هذه مع جيد ألابة حيلعب ثلاث دقائق ونص تقريبا هذا الموسم ما كان حياخد فرصة وهذه مشكلة كبيرة للموهبة الموهبة أحسن شي عشان تطور تلعب الآن جونيور عم بواجه نفس المشكلة الموسم الجاي لو هازارد منصب وأنشلوتي اتبع أربعة ثلاث ثلاث جونيور على اليمين بفقد كثير من قدرته هازارد بفضل يلعب على اليسار معناها جونيور احتياطي لها زارد معناها دقائق لعبه السنة حتقل أكثر الآن جونيور كلاعب كموهبة متفقين كثير ناس أنه عنده أشياء السرعة المهارة الشجاعة عنده أشياء بس عنده مهارات معينة بدها سقل بدها يعني زي نسميها تشكيل صحيح ما اشتغل عليها الزيدان بالشكل الصحيح أو هو اللاعب ما تجاوب مع الزيدان بالشكل الصحيح بس هذا اللاعب نفسه أنا شايف الريال ممكن يفكر لا أبيعه الآن أنا مش عم بتطور معي زي ما لازم أبيعه لنادي ثاني ممكن يفكر حاله النادي الثاني بقدر يطوره بس أنا أخذ الفلوس والنادي الثاني يأخذ الرياضة وممكن والله النادي الثاني يكتشف أنه هذا اللاعب غير قابل للتطور وخلص وبتروح عليه وبيخسر الفلوس بس أنا كالريال بكون ضمنت على الأقل الفلوسي اللي ممكن أستثمرها بشكل آخر هذا من ناحية جونيور لكن في ناحية أكبر أنه الريال جمع مواهب وجاب مواهب واشترى مواهب لكن دقائق لعبهم فعليا مش عم بتحس إنها دال تلك الدقائق الكافية يعني لما كان زيدان عم بيطلب بول بوكبا كان فعليا عم بيدفن فالفيردي لأنه هيجي بول بوكبا وفالفيردي حيبطل اللعب حيصير خامس لعب بسط معناها دقائق لعب وأقل معناها مستوى نهار نفس الشيء كان مع رودريغو مع جونيور ما بتكلم إن هادر كانوا حيصيروا أساطير بس بتكلم ببساطة إنهم ما أخذوا الفرصة الكاملة من حيث وقت اللعب اللي تعلمناه في كرة القدم أحسن شيء بطور لعب شاب إنه اللعب الشاب يلعب ببساطة اللي خلى بوسكتش بوسكتش إنه جوارديولا نزلوا في الملعب هو شاب صغير ما خافوا ما فكروا ما تردد وفي لعبين شباب أعطاهم جوارديولا الفرصة ببرشلونا واختفوا بس على الأقل عشان تعرف هذا اللعب وين ممكن يوصل لازم يلعب ولازم يشعر بنفسه أساسي الريال حاول يروع مشروع المواهب صحيح مختلف عن عقلية مرز القديمة لكن ما وفر الدقائق الكافية لأنه كان دائما خايف ومضغوب من ردة فعل الإعلام أعتقد الريال محتاج شوي مرة ثانية يقعد مع نفسه يفكر لمسألة المواهب لما جي موهب شابة كثير مهم تفتح لطريق شوفوا لما دورت من جاب هلند تتحلوا الطريق ما فيش غيره مهاجم إلعب لحالك وورينا لما جاب سانشو فتضالوا الجهة اليمين إلعب لحالك وورينا وهذا الشي اللي عم بيعملوا الاندية اللي بدها تطور موهبة وتحولها للاعب ممتاز تجيب موهبة وتضغطها بمنافسة مع لاعب أكثر خبرة وعلاقاته أفضل بالإعلام ما حيقدر يكمل هذا البساطة اللي صار مع كثير لعبين جابهم ريال مدريد بالسنوات الأخيرة ولازم يندبه لذلك لأنه اللي عم بصير الآن مجرد إنك تجيب خمس مواهب تجرب فيهم سنتين ثلاثة وبعد سنتين ثلاثة تكتشف إنه لا قليلا أجيب لاعب خبرة مكانهم نوصل هون لنهي تحقق سيلفي سبورت كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام ضروري جدا نتابعون على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله